اشتركوا في القناة 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 بهذا الشكل من بعد مستقبل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كيفاش عدد البنات منهم؟ هذا عدد الاطفال ما المقصود بالاطفال؟ المقصود بالاطفال هنا اي الاولاد والبنات الاطفال هنا مجموع البنات والاولاد عدد البنات منهم داخل هذه المجموعة كنا في القناة وكذكروا انني قمت لكم ببعض التجربة امام الصبورة قمت باستدعاء عدد الاطفال خمسة وكان منهم عدد البنات اثنان وعدد الاولاد ثلاثة هكذا سوف تقومون بالتصنيف ان كان المقصود عدد البنات اذا الاولاد هم ثلاثة باش نحصلوا الى المجموع دي الاطفال هو خمسة مقصود هنا بالاطفال الاولاد زائد البنات مازل اذا لدينا الف كم عدد الاولاد الذين يحبون الموز شفتي السؤال المطلوب من تحديد عدد الاولاد الذين يحبون الموز هنا لدينا كم علومة التي سوف نعالجها خمسة اطفال عدد البنات منهم هم اثنان بنتان اثنان يحبون الموز ومطلوب تحديد عدد الاولاد اذا سوف نقوم بعملية الطرح نأخذ عدد الاطفال خمسة ونطرح منه عدد البنات لكي نحصل في الاخير على عدد الاولاد خمسة ناقص اثنان يساوي ثلاثة اذا ثلاثة اولاد هم الذين يحبون الموز با كم عدد البنات اللوات يفضلنا التفاح والليمون الان مطلوب مننا تحديد عدد البنات فقط ولكن اش من الصنف اللوات يفضلنا التفاح والليمون تفاح كمشي الخناديا التفاح عدد البنات اربعة كنحب اربعة ثم كمشي الخناديا الليمون عدد البنات التي يفضلنا الليمون خمسة ثم اقوم هنا بالجمع اربعة زائد خمسة يساوي تسعة اذا عدد البنات اللوات يفضلنا التفاح والليمون هم خمس بنات في التمرين السابق قمنا باستخراج المعلومات من الجدول نفسي هنا سوف نستخرج معلومات ونعالجها اطلاقا من الجدول ولاحظوا ما تم توفيره من دراهم ثم اكمل هذا واحد الجدول دي التوفير بالدراهم في ايام الاسبوع من الاثنين الى الخميس ولدينا ثلاثة اطفال نادية ويوسف وطارق كلا من هذه الاطفال يقومون بتوفير مجموعة من الدراهم في هذه الايام مطلوب منا وفر يوسف يوم الثلاثة كم من درهم كنمشي مباشرة اليوم الثلاثة كنمشي الاسم ديال يوسف يوسف يوم الثلاثة كيلتقي الخانة اللي كيتلتقي فيه يوسف ويوم الثلاثة هو لعدة اثنى عشر اذا وفر يوسف يوم الثلاثة اثنى عشر دير حامن ثم نكتبها هنا كمعلومة نقوم بمعالجتها الان مع مساعدة هذا الجدول ثم مطلوب منا نقوم بتحديد كم وفرت نادية يوم الخميس الاسم نادية اليوم يوم الخميس وفرت عشرة دراهم ثم نكتب عشرة دراهم في الخانة ثم لم يوفر اي شيء خمس دراهم يوم الأربعة وتسعة دراهم يوم الخميس اذا يوم الثلاثة ونكتب اليوم هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اذا كتمرين تطبيقية تفيد درس تنظيم ومعالجة البيانات اوغانيزازيون التخيط من دي دوني التمرن واحد يبين الجدول عدد الزوار لحديقة عامة هذا الجدول هذا يبين عدد الزوار لحديقة عامة الحديقة كيمشيوا لها الزوار اللي هي عبارة عن أطفال نساء ورجال خلال الأيام الجمعة السبت والأحد هنا مثلا يوم الجمعة الزوار اللي كانوا في هذه الحديقة هذه تمانية أطفال أربعة نساء عشرة رجال والمجموع دي الزوار بالنسبة ليوم الجمعة هو اثنان وعشرون زائرا حصلنا على المجموع بتمانية زائد أربعة زائد عشرة إذن بعد ملاحظة الجدول جيدا سوف نتطرق إلى الأسئلة التي سوف نعالج فيها هذه البيانات المتوجدة خلال هذا الجدول إذن بعد نقلكم للجدول على الدفتر سوف تكتبون هذه الأسئلة بالترتيب ألف المطلوب منكم ما عدد الأطفال الذين زاروا الحديقة يوم السبت سوف تقومون بتحديد عدد الأطفال الذين زاروا الحديقة يوم السبت فقط ثم با قبل سوف تحصلون على النتيجة وتدونونها على الجدول كذلك لأن الخانة فارغة هنا ستضعون العملية التي ساعدتكم لإيجاد الحل ثم تدونون الحل على بطاقة متواجدة في الجدول با ما عدد الرجال الذين زاروا الحديقة خلال الأيام الثلاثة جيم والأخير ما هو اليوم الذي عرف أقل عدد من زوار الحديقة إذن نكتب بخط جيد مع مراعاة التقنيات التي قمنا بالاشتغال عليها قبل طرح أو الجامع إلى غير ذلك وفقكم الله